موسيقى أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري تتواصل لليوم الثاني زيارة والعمل والصداقة التي يقوم بها الرئيس الكوبي ميجال دياس كانال إلى الجزائر وتستمر لثلاثة أيام وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد خص نظره الكوبي الخميس باستقبال رسمي بمقر الرئاسة بالجزائر العاصمة وأجرى معه محادثات ثنائية قبل توسيعها بحضور كل من وزراء الخارجية للبلدين ومدير ديوان الرئاسة ووزير الطاقة والمناجم وزير المالية ووزير الصحة الجزائري بالإضافة إلى أعضاء الوفد المرافق للرئيس الكوبي هذا وأكد الرئيس تبون في تصريح مشترك للصحافة على تضامن بلاده الدائم مع الشعب الكوبي في سعيه لرفع الحصار الاقتصادي والمالي والتجاري المفروض عليه منذ أزيد من ستين سنة فيما وصف الرئيس الكوبي علاقات الصداقة والتعاون والدعم المتبادل بين الجزائر وبلاده بالنموذجية هذا وأعلن الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون الخميس عن قرارات هامة اتخذتها الجزائر تجاه كوبا بما فيها منحها محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وإلغاء فوائد الديون تجاه هذا البلد جا ذلك في تصريح مشترك مع نظيره الكوبي ميجال دياس كانال عقب محادثات جمعتهما بمقر رئاسة الجزائرية خلال زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها إلى الجزائر تجمعنا علاقات في الماضي والحاضر وسنبني مستقبل معا إن شاء الله ولذا تقرر في اجتماعنا هذا أن نخفف الوضع الاقتصادي على كوبا نلغي كل الفوائد المديونية وسنؤجل المديونية إلى حين كذلك جزائر تهدي إلى شقيقة كوبا محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية كذلك نعيد تمويل مدين قطع بالمحروقات لنسمح لجمهورية كوبا لإعادة تفعيل محطة توليد الكهرباء ومحاربة لقطاعات الحالية في الكهرباء تفقنا كذلك على صناعة الأدوية معا تفقنا على إنشاء عدد لازم بالنسبة للشركات المختلطة كوبية نمشي معا في كذلك صناعة تلقيح بالنسبة للأمراض الإفريقية وغير الإفريقية تبادل شباب تبادل تعليم العالي تبادل تجاري كما التزمت مع فخامة الرئيس أن في بداية السنة المقبلة إن شاء الله 2023 مع اجتماع اللجنة المختلطة في العفان في كوبا سترافق اللجنة الجزائرية عدد 250 مستثمر جزائري يشوفوا يعني الشيء اللي ممكن يقوموا به في كوبا صديقة وأكاد أن نقول شقيقة رئيس الكوبي ميغيل دياز كان الأشادة بالروابط التاريخية التي تجمع الجزائر بكوبا ونية البلدين توطيد العلاقة بينهما هذه الزيارة التي نقوم بها اليوم إلى الجزائر الشقيقة تأتي لأسباب عديدة ترجع أهمها إلى التعرف على الشعب الجزائري البطل وتوطيد العلاقة مع قيادته الحالية على ضوء الروابط التاريخية وكذا التضامن والصداقة التي تربط دولتين وشعبين لأكثر من ستين سنة أشرف الرئيس والمدير العام لمجمع سونطراك الجزائري والرئيس التنفيذي لإيني الإيطالية على وضع حجر الأساس لإنجاز محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقوة 10 ميجاوات في منطقة بئر الرابع في حوض بيركين بولاية ورقلة جنوب الجزائر طمرة شراكة جديدة بين سونطراك الجزائرية وإيني الإيطالية تتدعم بوضع حجر الأساس لإنجاز محطة شمسية كهروضوئية ثانية جنوب البلاد بقوة 10 ميجاوات في منطقة بئر الرابع في ويرقلة بتكلفة أقل وبلوحات شمسية أقل بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة خفضنا الاستثمار في هذا المحطة بتقريب 40% باستعمال تكنولوجيات جديدة خاصة تكنولوجيات الوحي الشمسية ذات الوجهين هذه المحطة تعطينا نقتصده كذلك غاز وكذلك تخفيض والتقليل من بسماء من انبعاثات سيو دو مشروع سيسمح لسونطراك بتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية للكهرباء لتموين المنشأة النفطية التي تنتج ما يقارب 45 ألف برميل يوميا وسيسمح بتوجيه كميات معتبرة من الغاز نحو الأسواق الخارجية عنا برمجنا أكثر من خمس محطات في سنة 2023 فيما يخص الحقول الخاصة بسونطراك الجزائر استطاعت أن تربح المنافسة مع آدل البلدان من حيث نمط العقود وهذا بالفعل يقدم ثقة أكبر للشركاء المستثمرين للقدوم للسوق الجزائرية وهو ما يجعل توسع استثمارتها في السوق الجزائرية أكبر ويسعى الشرك الإيطالي إني إلى تعزيز تواجده في السوق الجزائرية بتوسيع مشاريع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي والهدف وضع محطات كهروضوئية لتلبية الاحتياجات الطاقوية للمنشآت النفطية لسونطراك صدر في الجريدة الرسمية الجزائرية مرسومان تنفيذيان يتضمنان شروط تصنيع واستراد السيارات في الجزائر ويحدد الشرط الأول كيفية ممارسة نشطاء وكلاء المركبات الجديدة أما الثاني فيحدد شروط وكيفية ممارسة نشاط تصنيع المركبات وتشير بنود والمرسومة التنفيذية الخاص بنشاط استراد السيارات في الجزائر إلى أن ممارسة نشطاء وكلاء المركبات الجديدة تخذع لإبرام عقد وكالة يربط الوكيل بمصنع مانح واحد يخذع المستثمرة المكتتب للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته في أخبارنا الأخرى أوضحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنجوش أن ما قام به وزير الخارجية اليوناني برفضه النزول في مطار طرابلوس لأسباب غير معلومة وإجراء غير دبلوماسي ومرفوض مؤكدة عدم السماح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا دون احترام لسيادتها وهيبتها لم يكن تصرف وزير الخارجية اليوناني فوق أجواء العاصمة الليبية ليمر دون رد من حكومة الوحدة الوطنية التي اعتبرت ابتناع نيكوس داندياس عن النزول في مطار طرابلوس الدولي عملاً غير دبلوماسي وتقليلاً من احترام سيادة الدولة الليبية ما قام به الوزير اليوناني إجراء غير دبلوماسي برفضه النزول لأسباب غير معلومة ومرفوضة لن نسمح لأي دولة بالتعامل مع ليبيا دون احترام لسيادتها وهيبتها وهذه مهمة أساسية في مجال عمل وزيرة الخارجية وعمل وزيرة الخارجية يقتضي فيها كذا أزمات استدعاء السفير والقائمة بالأعمال للتشاور وتقديم احتجاجات رسمية واستفسارات عن خلفيات تصرف وزير الخارجية اليوناني وتبعاته وزارة الخارجية الليبية قالت في بيان نشرته في صفحتها على فيسبوك إن السياسات والمواقف الفجة التي انتهجها وزير خارجية اليونان خلال الأيام الماضية تجاه مصالح الدولة الليبية لم تمنع هيئة نجلاء المنقوش من منحها موافقتها لزيارة طرابلس قبل أن يقرر بصفة مفاجئة رفض النزول من طائرته رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أكد في لقائه مع وزيرته للخارجية نجلاء المنقوش أن الاحترام المتبادل أساس العلاقة الدبلوماسية التي تربط ليبيا باليونان والتي عارضت في وقت سابق توقيع حكومة الدبيبة اتفاقا مع تركيا للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط أكد الاتحاد الأوروبي على دعم اتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرا بين الحكومة الاتيوبية مع متمردي جمهة تحرير تيجراي ووصفت المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي خلال لقائها مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاتيوبية الاتفاقية بالتاريخية مؤكدة اعتزام الاتحاد الأوروبي بلعب دور في تنفيذ الاتفاقية وإعادة إعمار المناطق المتأثرة بدوره قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الاتيوبي إن الدافع الأساسي للتوصل الاتفاقية السلام ورغبة بلاده في الحل السلمي وكشف أن الحكومة ستعقد منتدا للحوار الوطني مع الأطراف المعنية لحل المشاكل الأمنية في بعض أنحاء البلاد اتهمت أحزاب مغربية حكومة أخنوش بتعميق الأزمات التي تعيشها المملكة محملة إياها المسؤولية الكاملة في تأجيج الشارع المغربي المكتوي بلاهي بأسعار أغلب السلع وتدني مستوى الخدمات احتقان متنام في الشارع المغربي بسبب إخلاف حكومة أخنوش بالتزاماتها تجاه المواطنين وإصرارها على إفقارهم بحزم متراكمة من الضرائب دون مراعاة شح مداخلهم المناهضون لسياسات الحكومة المغربية اتهموها باللجوء لتسويق حجج واهية ردا على صرخات المواطنين المكتوين بلاهي بأسعار جل السلع والخدمات الحكومة خطابها في وضعية الحكومة نفسها تقول معادلة فيها سيق دولي صعب وفيها أسعار غلاء خطابها مرتبك خرجات وزرائها ورئيسها خرجات متضاربة لا تبعثوا على القمئنان هناك جانب ينبغي الشرح والتوضيح والتواصل مع المواطنين حول وضعية الأزمة لا يمكن أن تقول أن هناك وضعية أزمة وفي نفس الوقت تقول بأننا نفذنا كل ما تعهدنا به في برامجنا المعارضة المغربية حملت عزيز أخنوش وحكومته مسؤولية تأجيج الأوضاع في الشارع المغربي متهمة إياها بتعميق الأزمة الاجتماعية في البلاد تشكالية تواصلية مطروحة أمام الرأي العام والكل يلاحظها وهي كذلك تزيد في الطين بل بالإضافة لكون الحكومة لم تستثمر الآليات القانونية والمؤسساتية لمواجهة الغلاء هي كذلك بخطابها يعني تعمق هذه الأزمة ترد حكومة أخنوش على الانتقادات الشعبية لسياستها بتخيير المغاربة بين الدعم التام للمحروقات أو دعم قطاعي الصحة والتربية ولا شي واحد ليون بغي دعم المحروقات بشكل مفتوح يقولنا مني نجيبهم مئة مليار ديال الدرهم وحنا موجودين نعملوها كانت مشكلة مئة مليار ديال الدرهم هي الميزانية بالمناسبة للوزارة الصحة ووزارة التعليم للسنة المقبلة يعني ما تدير صحة ما تدير تعليم يودعم هذه المادة هذه وأنا ذاك شوف شنه غادي يوقع وشنه هي التدعيات اللي غادي توقع في المستقبل وتلك مؤشرات تشيي بأن أشهر عجافا أخرى في انتظار فئات واسعة من المغاربة بعد تولي شؤونهم من قبل حكومة من فكت منذ تشكيلها ترفع عصاها في وجه الغلابة ومحدودية الدخل لصالح أصحاب المال برأي مراقبين إلى الشأنية الفلسطينية الآن حيث شيعت جماهير غفيرة في شمال قطاع غزة بعد صلاة الجمعة جثمين واحد وعشرين من ضحايا الحريق الذي اندلع بمنزل في منطقة تل الزعتر شمال القطاع واحتشد ألاف الفلسطينيين لتشيع الجثمين عقب أداء صلاة الجمعة وخيم الحزن على المناطق كافة جراء فاجعة الحريق الضخم الذي نشب مساء الخميس في عمارة سكانية في جباليا شمال قطاع غزة المحاصر وأعلن الحداد العام الجمعة على أرواح شهداء هذه الفاجهة وعلى إثر حادثة حريق مخيم جباليا شمالي القطاع أو شمالا قطاع غزة أعربة الجزائر عن تعازيها الخالصة لأهالي الضحايا وللشعب الفلسطيني عامة متمنية نشفاء العاجل للمصابين وجددت الجزائر في بيان لوزارات الخارجية تضامنها التام مع دولة فلسطين لتجاوز هذه المحنة وما تفرضه من تحديات لسيما في ظل الاحتلال المتواصل للأراضي الفلسطينية والحصار الجائر المفروض على القطاع اقتحمت قوة الاحتلال الصهيوني الجمعة بلدة عنبة شرقة الكرم بالضفة الغربية وشرعت بحملة دهم واسعة لمنازل الفلسطينيين بالتزامن مع مواصلة تكثيف تواجدها العسكري على مداخل مدينة القدس المحتلة لعرقلة وصول المصلين للمسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة هذا وحذر منسق هيئة مقاومة الجدار والاستطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في تصريح صحفي من خطورة اقتحامات المستوطنين الجماعية لبلدة سباستية بنابلوس افتداء من اليوم بعد اعلانهم عن نيتهم اقتحام المنطقة قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الجمعة ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بجميع انشطة طهران وذلك بعد يوم من مطالبة مجلس محافظي الوكالة بتفسير لوجود اثار لليورانيوم في ثلاثة مواقع غير معلنة ونقلت وكالة انباء العمال الإيرانية ان شبه الرسمية عن محمد اسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله ان ايران لم تفعل ولن تفعل اي شيء لا تعلم به الوكالة واضف ان جميع انشطة بلاده في اطار اللوائح لافتا الى ما وصفه بالضغط الممارس على طهران منذ عشرين عاما لكن المفاوضات استمرت على حد تعبيره انطلقت في العاصمة التايلوندية بانكوك قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي ابيك على وقع استمرار الحرب في اوكرانيا وتواصل عمليات الاطلاق الصاروخي الكورية الشمالية القمة التي تستمر حتى السبت تعد اول اجتماع حضوري منذ عام 2018 لقادة الدول الاعضاء الـ 21 فيما تتصدر المباحثات العواقب الاقتصادية للحرب في اوكرانيا ومسائل الاستقرار الاقليمي في ظل عمليات الاطلاق الصاروخية من جانب كوريا الشاملية فضلا عن النزاعات المتكررة في بحر الصين الجنوبي والشرقي عقدت نائبة والرئيس الامريكي كامالا هاريس اجتماعا مع رؤساء وزراء كل من اليابان وكوريا الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا وكندا الجمعة لمناقشة اختبار كوريا الشمالية لاطلاق صواريخ بحسب ما اعلن مسؤول في البيت الابيض وكانت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية قد ذكرت صباح اليوم ان الصاروخ الذي اطلقته كوريا الشمالية هو من نوع الباليستي العاب للقارات ويبدو انه الابعد مدى الذي يتطلقه كوريا الشمالية وانه مصمم لحمل رأس نووي يمكنه ان يصل الى اي مكان في الولايات المتحينة لقد دعوت هذه المجموعة من الحلفاء والشركاء للانضمام الينا في ادانة اطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية طويلة المدى هذا الصباح لقد طلبت منهم ايضا الانضمام الينا حتى نتمكن كحلفاء وشركاء من التشاور بشأن الخطوات التالية حصل حزب والجمهوريين على ازيدا من مائتين وثمانية عشر مقعدا لحد الان من بين أربعمائة وخمسة وثلاثين بمجلس النواب الامريكي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس اغلبية تقلق الديمقراطيين الذين يخشون عرقلة معارضهم سياسة الرئيس بايدن هذا الاخير الذي هنأ كيفن مكارثي زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب بهذا الفوز اكثر من مائتين وثمانية عشر مقعدا لحد الان حاز عليه الجمهوريون في مجلس النواب الامريكي من اجماله اربعمائة وخمسة وثلاثين لا يعني حصولهم عن الاغلبية امام الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس نتائج ورغم اهميتها الى انها غير مرضية للجمهوريين بعد فقدانهم الاسبقية في مجلس الشيوخ امام الديمقراطيين بفارق مقعد واحد وهي النتائج التي جاءت بحسب مراقبين مخيبة لامال انصار الجمهوريين لمن اتهم الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بالفشل في قيادة الحزب لتسجيل نتائج ايجابية في الاستحقاقات الانتخابية وفسح المجال امام معارضيه لتسييد المشهد السياسي في البلاد الرئيس الامريكي الديمقراطي جو بايدن لم يفوت الفرصة لتهنئة كيفن مكارثي زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس النواب بفوز حزبه معربا عن استعداده للعمل مع الجمهوريين في المجلس لتحقيق النتائج للعائلات الامريكية العاملة وقال بايدن ان انتخابات الاسبوع الماضي مثلت رفضا قويا لناكر نتائج الانتخابات والعنف السياسي والتخويف واضهرت قوة ومرونة الديمقراطية الامريكية الشعب الامريكي حسب بايدن يريد من حكامها ان يقوم بانجازات لاجله مشيرا الى استعداده للعمل مع اي كان من الديمقراطيين او الجمهوريين على سواء لتحقيق نتائج للشعب الامريكي من جانبه وبعد اعلان نتائج التوقعات قال مكارثي في تغريدة لان الامريكيين مستعدون لاتجاه جديد والجمهوريين في مجلس النواب مستعدون كذلك لتحقيق هذا في ظل هذه النتائج تبرز مخاوف لدى الديمقراطيين من ان يستخدم الجمهوريون سلطتهم في مجلس النواب لتعطيل سياسة الرئيس بايدن حتى موعد الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها مطلع العام القادم الفين واربعة وعشرين وفي الختام اتفقت روسيا واوكرانيا برعاية امامية ووساطة تركية بعد مفوضات طويلة على تمديد العمل باتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الاسود اربعة اشهر اضافية خطوة قد تجنب العالم الدخول في ازمة غذاء جديدة ساعات قليلة قويل انقضاء اجال اتفاق اسطنبول للحبوب وبعد مفاوضات مراثونية برعاية امامية ووساطة تركية بين طرفي الصراع لتمديد الاتفاق خاصة بعد تهديدات موسكو بالانسحاب منه بسبب ما اسمته اخلالا ببنود الاتفاق توالت تصريحات الاطراف المعنية التي تؤكد تمديد صفقة الحبوب عبر البحر الاسود لمدة مائة وعشرين يوما الامين العام للامم المتحدة انطونيو جوتيراش رحب باتفاق الاطراف المعنية على تمديد الاتفاق وقال ان المنظمة الدولية ملتزمة بدعم مركز التنسيق المشترك لتصدير الحبوب في اسطنبول اود ان اعبر عن التزام العميق والتزام الامم المتحدة ببذل كل ما في وسعها من اجل التنفيذ السالس لهذه الاتفاقيات في اسطنبول وايضا لازالة العقابات المتبقية امام الصادرات من المواد الغذائية والاسمدة الروسية الضرورية لتجنب ازمة غذائية العام المقبل بدوره قال الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان تمديد الاتفاق لاربعة اشهر اظهر اهمية الامن الغذائي العالمي الخارجية الروسية اكدت التزام موسكو بمنود اتفاق اسطنبول خصوصا في ظل عدم وجود اعتراضات من اي من الاطراف في حين وصف الرئيس الاوكراني فلودو ميرزينسكي القرار بالمهم في معركة العالم ضد ازمة الغذاء الاتفاق الرباعي الموقع شهر جوليا الماضي سمح بتصدير نحو 11 مليون طن من الحبوب الاوكرانية انطلاقا من ثلاثة موانئة تطل على البحر الاسود جنوبي اوكرانيا اعقبته اتهامات روسية للغرب بتصدير معظم الحبوب الاوكرانية الى الدول الغنية لا الى الدول المحتاجة لها في افريقيا نهاية والنشرة شكرا لكم تبقى الروابط والالكترونية للقناة في الخدمة الى اللقاء اشتركوا في القناة